على الرغم من مخاوف أهالي الرقة من مخاطر تأثيرات الهزات الارتدادية على منازلهم المتأثرة سابقا بالحرب إلا أنهم ما زالوا النشطين في حملات جمع المساعدات وأرسالها إلى المناطق المتضررة للأهالي ومنظمات المجتمع المدني بدأوا بالعمل منذ الزلزال الأول وخاصة بعد منع فصائل المعارضة السورية دخول قوافل الإدارة الذاتية للإغاثة كان هناك عدة حملات في مدينة الرقة حملات من الأهالي وبسبب تخوف كبير وعدم سماح الفصائل العسكرية المتنازعة على الأراضي السورية كان هناك تخوف من عدم السماح لعبور المساعدات فقرر الأهالي في مدينة الرقة الخروج ببيان سوري بامتياز حقيقة جمع الأراضي السورية وجمع النفس السوري جمع كل الخلافات والاختلافات في قضية واحدة وهي وحدة الشعب السوري فكان البيان يهدف إلى فتح المعابر وبالفعل هذا ما حصل حيث دخلت المساعدات التي قد بدأت في مدينة الرقة لحملة هنا سوريا وحملات أخرى دعت الأهالي إلى الوقوف جنبا إلى جنب مع أبناء الوطن الواحد وهي سوريا وبالفعل وصلت المساعدات وما زالت المساعدات والقافلات وإلى الآن لم تتوقف